اشتركوا في القناة عام مباشر ومستمر من قبل جلالة الملك المفدة إيمانا من جلالته حفظه الله بأهمية التعليم في رفض مسيرة النماء والارتقاء لمملكتنا العزيزة يستعدني أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لسيدي جلالة الملك حفظه الله ولسيدي سموي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا وأن أرفع بإسمي وبإسم جميع منتسبي جامعة البحرين من أكاديميين وإداريين وطلبة نجدد الولاء لجلالته حفظه الله ورعاه وأن يعيد علينا الأيام الجميلة دائما وقيادتنا في خير وصحة وعافية وشعب البحرين كذلك مثاق العمل الوطني أفرد بند خاص للتعليم وذلك طبعا إيمانا من أهمية التعليم لرفع مستوى أي مجتمع وذلك كذلك منطلق من الرؤية الثاقبة لسيدي جلالة الملك حفظه الله ولمستقبل مملكة البحرين فجلالته منذ توليه مقاليد الحكم كان يرعى الجامعة لإيمانه بأن الطلبة وخريجيها هم من يبني المستقبل في المملكة فكان من أول ثمار ميثاق العمل الوطني أو بعد صدور ميثاق العمل الوطني كانت مكرمة جلالته لطلبة الجامعة بتخفيض الرسوم وهذه المكرمة أثلجت صدور المواطنين كما وأنها أوسعت المجال للكثير من الطلبة بدخول الجامعة وحصول على شهادات جامعية كما وأن قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين صراحة لاقى الكثير من العناية والرعاية بعد الميثاق فقد بدأت الجامعات الخاصة بمساهمتها في الاقتصاد البلد ومساهمة في المجتمعية كذلك فكان هناك إنشاء عدد من الجامعات الخاصة سواء كانت وطنية أو أجنبية وفيها من البرامج صراحة التي تضاهي البرامج الدولية فمثاق العمل الوطني صراحة ساهم ودفع بكثير من الأمور للتطوير في التعليم والتعليم العالي وكذلك في التدريب